فلان بالاسم كده كافر ابن تيمية قال ما يملكوش حد اما في المطلق تقول من قال ان الله ثالثة كافر تمشي من قال ان الله والمسوح ابن مريم تمشي ربنا قالها كمان في صوت المايدة لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسوح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالثة في المطلق في المطلق في المعين لا قال ليه ابن تيمية ابن تيمية ابن تيمية اتى بحيس في البخارية ومستحى حديث عجيب ان رجلا كان ممن كان قبلكم اوصى لأولاده وقال لهم اذا انا ميت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الهواء اتحنوني كده فوالله لان قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين دروا بني ادر علي مش يخلين وبعدين ابتعس بحسب نص الحديث اما ان يكون ابتعس حقيقة واما ان يكون سيبتعس وسيقول هذا في المستقبل بحسب التفسير ايضا لان اللغة قابلة للتأويل فقال الله له ما حملك على هذا قال له خشيتك يا رب فغفر الله له ابن تامية بيقول ايه شوفوا اللي قال كلمة جمد اوي لان قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه واحد من العالمين ذروني في الهواء عشان ربنا مقدرش علي لا اله الا الله ده بدي لو احد قالها النهاردة في المجتمع المعاصر هنقول عليه ايه كافر شوف الحديث بيقول ايه الاقوال كفرية اوصف القول بانه كفري لكن ما توصفش هو بانه كافر اوصف الفعل بانه كفري لكن ما توصفش ذاته بانها كافرة ليه ما تعرفش نيته ايه ما تعرفش غرضه ايه ابن تامية بيقول كده بس مع ذلك رأي بشري ولا رأي سماوي انا عايز اراهن بارته عالشعب نفسي اراهن عالشعب لان الشعب ده هو الاساس شكرا